وينضم إلينا في الستوديو الأستاذ راشد الملة مدير إدارة أول والمسؤول عن الهوية المؤسسية الجديدة لدبي كوميرسيتي نرحب بك في أخبار الإمارات بداية دعنا نبدأ يعني ما هي أهمية الاقتصاد الرقمي في الوقت الحاضر وما الذي دعا لتوقيع اتفاقية اليوم شكرا على الاستضافة في الستوديو اليوم طبعا تأتي أهمية الاقتصاد الرقمي من النمو الذي شهده هذا الاقتصاد عالميا ومحليا وأيضا من القطاعات التي أصبح يشملها ومن هنا تأتي استراتيجية دبي كوميرسيتي الجديدة التي أطلقناها اليوم التي تستهدف قطاع التجارة الرقمية هدفنا هو المساهمة بشكل مباشر في اقتصاد الدولة الرقمي وبناء على ذلك أسسنا شراكات استراتيجية اليوم مع الهيئات التي ذكرتها من قبل كهيئة تنظيم الاتصالات ودبي الرقمية وبنك الامارات دبي الوطني شأن هذه الشراكات الاستراتيجية هو تأسيس بنية تحتية مناسبة لتكون نموذج أعمال نستهدف فيه قطاع التجارة الرقمية وأيضا نستهدف فيه جميع القطاعات الأخرى التي تنصب في مجال الاقتصاد الرقمي الذي سنوفره خلال هذه الشراكات الاستراتيجية كيبنية تحتية متماسكة تلبي طلبات هذا القطاع وأيضا ستكون منظومة يحتذا بها على المستوى الحكومي والخاص من حيث توفير الخدمات ومن حيث توفير المنتجات للزبائن والشركات التي ترغب في تأسيس أعمالها في هذا المجال في دبي جميل جدا دبي كوميرسيتي هي من عوائل من بادر بهذه الاتفاقية يعني بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي كيف ستسهم هذه الاتفاقية في مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي نعم استراتيجية دبي كوميرسيتي لم تأتي عبثا طبعا كانت هناك دراسة وبنينا استراتيجية دبي كوميرسيتي الجديدة على استراتيجية الدولة للاقتصاد الرقمي تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بزيادة الناتج المحلي الذي يشكل 11.7% وهذا هو الاقتصاد الرقمي الذي نتحدث عنه اليوم ليصبح بنسبة 20% بحلول عام 2031 ستساهم دبي كوميرسيتي بشكل مباشر في هذه المبادرة وفي هذه الاستراتيجية لدعم أجندة الدولة في استقطاب الشركات واستقطاب أيضا المهارات في هذا المجال وليجعل دبي مركزا يحتذا به في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية بإذن الله إن شاء الله يعني الأستاذ راشد كيف للهوية الجديدة أن تساهم في جعل الدولة مركزا للاقتصاد الرقمي في المنطقة وعلى مستوى العالم كذلك كما تعلم توفر دبي البنية التحتية المناسبة وبنية تحتية رائدة في هذا المجال سواء كان في المجال القطاع الاقتصاد الرقمي أو أيضا في التجارة الرقمية ولكن هدفنا نحن هو اليوم توفير وتسويق هذه الوجهة التي بنيناها اليوم دبي كومرستي وأيضا القيام بالأعمال والقيام أيضا بالمبادرات مع شركائنا الاستراتيجيين لخدمة هذا المجال من هنا سنستطيع الاستقطاب الشركات العالمية أيضا وتوفير البنية التحتية المناسبة لها وإن شاء الله سنكون قدر المسؤولية وإن شاء الله خير بإذن الله إن شاء الله راشد الملة مدير وإدارة أول والمسؤول عن الهوية المؤسسية الجديدة لدبي كومرستي شكرا جزيلا لكم بإذن الله موفقين إن شاء الله أجمعين يا رب